كان قصر باكنجهام قد أعلن أن الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكمة وقد توفيت عن 96 عاما في قصر بالمورال في أوسكتلند وبوفاة الملكة إليزابيث يصبح ابنها الأكبر تشارلس البالغ من العمر 73 عاما ملكة بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومانويلث يضم 14 دولة أخرى من بينها استراليا وكندا ونيوزيلند إليزابيث الثانية ملكة تربعت على قلوب البريطانيين طوال سبعين عاما هي أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا العظمى ولدت الملكة إليزابيث أليكزاندرا ميري في الحادي والعشرين من إبريل من عام 1926 في لندن وهي الإبنة الأولى للأمير ألبرت دوق يورك الذي عرف فيما بعد بجورج السادس وقارنته الملكة إليزابيث باوز ليون تزوجت إليزابيث من الأمير فليب دوق أديمبرا عام 1947 وأنجبت منه أبنائها الأربعة الأمير تشارلس والأمير آن والأمير أندرو والأمير أدورد وفي حفل إسطوري تم تتويج إليزابيث الثانية ملكة لبريطانيا العظمى وهي لم تتعدى السابعة والعشرين من عمرها ومنذ اعتلائها العرش أدركت الملكة حساسية وضع بلادها بعد الحرب العالمية الثانية وقررت خوض التحدي من أجل فتح صفحة جديدة لإمبراطورية مفتتة وشعب منهج وعملت على جعل فترة حكمها أكثر عصرية ومرونة مع الحفاظ على التقاليد الملكية وخلال سنوات حكمها السبعين قامت الملكة إليزابيث بالزيارات رسمية للعديد من الدول الأجنبية وانطلقت في جولات بين دول الكارمنويلد كما قامت مع زوجها بجولة حول العالم لمدة ستة أشهر في الفترة بين 1953 و 1954 لتصبح أول حاكمة لأستراليا ونيوزيلندا تزور تلك البلدان ولا يختلف الجانب السياسي المميز للملكة إليزابيث الثانية عن جانبها الإنساني حيث عرفت بالتزامها القوي وبواجبها الديني والمدني ورعت مئات المنظمات والجمعيات الخيرية ونجحت بالفعل في أن تكون رمزا للحضور الهادئ والمطمئن لشعبها الذي رأوا فيها حجر زاوية راصخ في بنيان البلاد خلال أصعب الأوقات وأقصى المحن التي مرت بهم مما لا شك فيه فإن الملكة إليزابيث الثانية ستظل نقطة مضيئة في تاريخ المملكة البريطانية وسيبقى اسمها محفورا في وجدان الشعب البريطاني على مر الزمان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة